في الحقيقة بكرة في حدث مهم جدا وهي قرعة دوري أبطال أفريقيا اللي بطالها النادي الأهلي لمسلمين المتتاليين وإن شاء الله بإذن الله يبقى السنة الثالثة دي كمان اللقب الثالثة على التوالي من خلال الفريق وعندنا أمال كبيرة جدا في تحقيق هذا اللقب للمرة الثالثة على التوالي خصوصا فظل أنك بتنافس ريال مدريد في الأكثر حصولها على قابل القرية وفرق ما بينك وما بينهم بطلتين فالقرعة بالتالي بكرة إن شاء الله بإذن الله في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة وحنشوف نتاج القرعة إيه بس خليني أفكر حضراتكم بالأربع مستويات اللي موجودة في القرعة أو التصنيفات الأربعة يعني زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة التصنيف الأول الأهلي الوداد المغربي التراج التونسي والرجاء المغربي التصنيف الثاني الزمالك سان داونز الجنوب أفريقي حرية كونكري الغيني والنجم الساحلي التونسي التصنيف الثالث الهلال السوداني شباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريان وبترو أتليتكو الأنجولي التصنيف الرابع المريخ السوداني ساجار دا الأنجولي وجوانينج البوتسواني وأمازولو الجنوب إفريقي دي التصنيفات المختلفة للأرعة اللي هتجرى غدا بإذن الله وحنعرف نتيجة الأرعة دي بالمناسبة مستر بيتسو مستماني أجل سفره وكما أفروض هيسافر في أجازة لجنوب أفريقيا وأجل سفره عشان يحضر الأرعة وأكيد هتكون متواجد هو أو كابتن سيد عبد الحفيز وكابتن سمير عدلي المدير الإداري لكن فرص وارد تكون موجودة جدا جدا أن الأهل والزمالك يبقوا في مجموعة واحدة وأنا على المستوى الشخصي أتمنى جدا أن الأهل والزمالك يبقوا في مجموعة واحدة هل ده في تقليل من نادي زمالك؟ لا طبعا هل ده معنا أن الأهل بيبقى ضامن أنه يكسب نادي زمالك؟ لا طبعا نادي زمالك فريق كبير مباراة بتبقى يعني من نسبة كبيرة جدا جدا متكافئة أو أنت متفوق على زمالك مؤخرا في أكثر من مباراة لكن مش مقياس لكن فوجة نظري إحنا دايما لما بنوع مع الزمالك في مجموعة بنسبة كبيرة قوي بناخد البطول فأنا أتمنى حاجة تفاؤلية الحاجة الثانية هو تجنبا للإجهاد أن أنت جهاد الصفر وكلام من ده فبالتالي أنت تلعب مطشين أو حتلعب مطشي زيادة في القاهرة بخلاف التلت مباريات بتوعك اللعلى ما لعبك لو الزمالك معك في المجموعة وأنا بتكلم بالتحديد عن نقطة دي ليه لأن الأهل العناصر اللي عنده كالعباء هم أكتر ناس في أفريقيا حيبقوا مجهدين خلال الفترة اللي جاي عندك مشاركات بطولة الأفريقية عندك كاس عالم أندية عندك دوري أبطال أفريقيا هتفضل رايح جاي كتير جدا جدا فأنا أتمنى أن يبقى الأهل والزمالك في مجموعة واحدة ودورت جدا لأن الأهل في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف الثاني فهتبقى حاجة إيجابية ونتمنى أن الاثنين إن شاء الله يصعدوا من هذه المجموعة في حالة وقوعهما سويا فده فيما يتعلق بهذه القرعة هنتركب ونشوف نتائج القرعة بكرة هتكون عبارة عن إيه